اطفالنا ايضا لديهم مشاعر شعرت بألم شديد اعقب صدمتي عندما قالت لي احدى الصديقات ده طفل هو هيحس بالحاجات دي هو فعلا طفل لكن لديه نفس المشاعر والعواطف والأحاسيس التي نشعر بها نحن الكبار وما يميزنا عنه هو قدرتنا على تسمية هذه المشاعر والتعبير عنها والتعامل معها ولان اطفالنا لم يتعلموا بعد التعبير عن مشاعرهم بالكلمات فانهم عادة ما يعبرون عنها بالافعال مثل الصراخ والجري والتنطيت وعلينا نحن الكبار خاصة الاب والام اكتشاف التغيرات في سلوكيات اطفالنا وربطها بمشاعرهم وبعيدا عن الذكاء الاكاديمي فالذكاء العاطفي يعتبر عاملا اساسيا في نجاحنا ونجاح اطفالنا في الحياة فمهما حرصنا على تربية طفل نابغة سيقف حائرا عندما يواجه الواقع ان لم نسلحه بالذكاء العاطفي الذي يحتاجه فالطفل الذكي عاطفيا وفقا للكاتبة وعالمة النفس لورا ماركام والذي شرحته في كتابها المربي السلمي والاطفال السعيدون كيف تتوقف عن الصراخ وتبدأ في التواصل يتكون الذكاء العاطفي من العناصر التالية القدرة على ادارة المشاعر الذاتية وتهدئة النفس الوعي الذاتي العاطفي والقبول التحرر من ردود الافعال المندفعة المتهورة ولكي نساعد أطفالنا على اكتساب الذكاء العاطفي يجب علينا أولا الاعتراف بمشاعرهم والتعاطف معهم ومع عدم إنكارنا لمشاعر أطفالنا نشعرهم بأننا قريبون منهم وأننا نفهمهم حتى وإن فشلوا في التعبير عن مشاعرهم بطريقة مقبولة ثم علينا أن نناقش معهم بعض الاستراتيجيات التي يمكنهم بها تهدئة أنفسهم قد يكون البكاء واحدا من تلك الاستراتيجيات أو الرسم أو الرياضة أو حتى الغناء وبينما نعلمهم هذه الأمور كلها علينا ملاحظة الذكاء أنا العاطفي نحن هل نصرخ في الطفل ونطالبه في نفس الوقت بالتوقف عن الصراخ هل نفرغ الشحنات العاطفية التي تملأنا وننفجر في أطفالنا هل نهددهم هل نخيفهم هل نرهبهم تؤكد دكتورة لورا ماركم أيضا أن الأسلم أن نضع القيود على السلوكيات والتصرفات وليس المشاعر وهذا ما تعلمته وتعلمت أن أؤكد لابني أنني أفهم مشاعره وأن أسمح له أن يبكي ولا أقول له الرجال ما يعيطوش واستبدلتها بالآتي أنا عارفة أنك زعلان ممكن تعيط لو ده يريحك بس ما تكسرش ألعابك الجميلة اللي ممكن تلعب بيها تاني بكرة بعد ما ترجع من المدرسة وعندما أدركت أن علي أن أوضح لولدي أنني أفهم معاناتهما في الدراسة والمذاكرة غيرت كلامي من الواجب هيتعامل ورجلك فوق رئابتك إلى أنا عارفة أنك زهقت من الكتابة وإيدك وجعتك لكن الواجب ده المسد تهلنا علشان نبقى شطار خلصوا أوام أوام علشان يبقى عندك وقت تلعب فيه قبل ما تنام علموا أطفالكم أن كل المشاعر مقبولة الفرح والحزن الهدوء الداخلي والغضب الإثارة والملل ولكن علموهم أيضا الطرق المقبولة للتعبير عن هذه المشاعر وأنا أعلم عن تجربة أن هذا الأمر ليس بمثل هذه السهولة حيث أن ذلك يستلزم مجهودا خرافيا من الآباء والأمهات للسيطرة على مشاعرهم هم وردود أفعالهم لذلك أعمد إلى خلق السيناريوهات مشابهة لتصرفات ولدي وأتخيل كيف سأتعامل معهما بل وأصيغ بعض الجمل في خيالي ليكون لدي بعض المخزون اللفظي للتعامل مع المواقف حين أتعرض لها علمتني التجربة والقراءة والملاحظة المستنيرة ألا أنكر على ولدايا مشاعرهما من حزن وغضب وغيرة وخوف وغيرها من المشاعر التي نصنفها على أنها مشاعر سلبية ولكني تعاملت معها مثلما أتعامل مع مشاعر الشخصية أقرها لكن لا أسمح لها بتدمير حياتي وعلاقاتي ثقة أولادنا بأنفسهم كلنا يسعى لتربية أطفال تملأ الثقة نفوسهم أذكر يوما أخبرني فيه زوجي عن جملة قرأها في مكان ما لا يذكره لكن الجملة مفادها أنه علينا نحن الآباء أن نملأ جيوب أبنائنا بالثقة حتى وإن أحدث الغرباء فيها ثقوبا لم تفرغ أبدا وهذا ما أردت أن يكون عليه أطفالي أن يكبروا ومعهم ذخيرة لا تفنع من الثقة بالنفس تمكنهم من مواجهة العالم والتعامل مع أي مصاعب وأي أشخاص متعبين وفي حوار مع صديقتي التي تكبرني بعقديني قالت لي الأطفال مثل الطائرات الورقية لا تنطلق ولا تحلق عاليا إلا إذا أرخينا لها الخيط دون أن نتركه فكرت كثيرا في هذا التجبيه الذي ضربته صديقتي فقوة الطائرة من قوة أجزائها إن لم نقوي أبنائنا سيحطمهم الهواء أو سينطلقون لآفاق بعيدة دون عودة وإن لم تستطع الطائر الورقية أن تحلق عاليا بعيدا عننا لن يكون لها قيمة فعلية ولن يكون لجهدنا معهم أي قيمة فعلية كثيرا ما سألتني أمهات عن كيف نربي أطفال واثقين بأنفسهم وفي كل مرة أتذكر أحد المدراء الذين عملت معهم وكانت الثقة تملأه بدون غرور والذي قال لي يوما لقد ربيت على مبدأ أنه لا توجد حدود لما يمكنني تحقيقه في هذه الحياة إذا تعلمت وعملت بكد وعلمني أبي ألا أخشى أن أتحدث عن نفسي وعن أفكاري وعن قراراتي والإجابة هنا تكمن في ست استراتيجيات دائما ما كنت ألجأ إليها في تربية ولداي الاستراتيجية الأولى امنحهم فرصة الاختيار دائما ما نعتقد أن أطفالنا غير قادرين على الاختيار واتخاذ القرار ونحن محقون في ذلك بعض الوقت ولكن مهارة اتخاذ القرار تشبه عضلة من عضلات الجسم إن لم تستخدمها فستدمر وتضعف وهكذا يجب أن نمنح أطفالنا الفرصة لأخذ بعض القرارات في حياتهم وأن يختاروا أمورا معينة حتى وإن أخطأوا ما المشكلة في أن ندعهم يختارون أي تيشيرت يرتدونه مثلا؟ أذكر يوما أصر ابني ارتداء بدلة في المدرسة في الوقت الذي يرتدي فيه الأطفال الآخرون الجينز حاولت أن أثني عن عزمه لأنني خفت أن يتعرض لسخرية زملائه ولكني فكرت أنها ربما تكون تجربة مفيدة فتحدثت إليه عن ردود الأفعال المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها وفعلا عندما عاد من المدرسة حكى لي كيف أن بعض الزملاء حاولوا السخرية منهم وكيف رد عليهم بكل ثقة ولم يدعهم ينالوا منهم كثيرا ما كنت أمنحهم هذه الفرص لاستخدام منطقهم وتحقيق إرادتهم واختيار ما يناسب وضعهم أو حالتهم العاطفية في ذلك الوقت وكلما منحنا أطفالنا مثل هذه الفرص سوف نجعلهم يشعرون أنهم قادرون على اتخاذ القرار وفي النهاية سوف تزيد ثقتهم بأنفسهم الاستراتيجية الثانية حملهم المسؤولية تحميل أطفالنا بعض المسؤوليات بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الذهنية والجسدية هو أسلوب رائع في تعزيز ثقتهم بأنفسهم منذ أن كان طفلايا في الخامسة والثالثة من العمر كنت دائما أخبرهم أن وضع الألعاب في مكانها بعد الانتهاء من اللعب هي مسؤوليتهما وكذلك ترتيب الغرفة وسريريهما إلى جانب بعض الأعمال الخفيفة مثل أخذ كيس الزبالة لصندوق القمامة على السلم حتى يتسنى لحارس البناية تجميع القمامة لاحقا أو وضع الجوارب النظيفة في الدرج الخاص بها أو أخذ الملابس المتسخة إلى سلة الغسيل كل هذه المسؤوليات حملتها لهما منذ الصغر وفي كل عام تزيد هذه المسؤوليات حتى أن ابنايا الآن يتبادلان الذهاب إلى سوق الخضار والفاكهة كل أسبوع لشراء ما نحتاجه وعندما طلب ابني الصغير إحضار قطة إلى المنزل جلسنا معا ووضعنا جدولا للعناية بالقطة وتنظيف صندوق الرمل الخاص بها وجدول لاستحمام والتغذية عندما نقرر تحميل أطفالنا بعض المسؤوليات لا يجب التفريق بين الولد والبنت فسواء كان الطفل ولدا أم بنتا فعليه ترتيب سريره والعناية بملابسه وغسل طبقه وغيرها من المهام التي ستضمن له ولنا العيش في بيت نظيف ومرتب حيث أن التفريق بين الولد والبنت في نوعية المهام لا يخرج رجلا قادرا على تحمل المسؤولية أو زوجة شطورة إنما سيكبر الولد ليصبح رجلا كسولا مستهلكا لطاقة وجهد من حوله مستترا بستار نوعه البيولوجي ظنا منه بأفضلية لم يكتسبها وعلى الصعيد الآخر ستخرج فتاتنا محملة بمرارة العبء الملقى على عاتقها وستحرق كالشمعة وتذوي وتذبل سريعا إن تحميل أطفالنا للمسؤولية ليس قسوة منا بل هو وسيلة نافعة لتطوير قدراتهم الحركية والعقلية فالأطفال الذين يكبرون على تحمل المسؤولية أكثر مرونة نفسية وقدرة على مواجهة مصاعب الحياة ونحت الصخر والنجاح بل وتكوين ثروة مقارنة بنظرائهم الذين فشل أبويهم في تعليمهم معنى المسؤولية والالتزام ومثل هذه المرونة النفسية تعتمد اعتمادا كبيرا على تعزيز ثقتهم بأنفسهم المخاطر في الحياة نوعا مخاطر محسوبة ومخاطر غير محسوبة فكلما أقدمنا على التجربة وتعرضنا لتلك المخاطر ومخاطر المحسوبة كلما زادت قدرتنا على مواجهة المخاطر غير المحسوبة والتي عادة ما تلقيها الحياة في طريقنا كعراقيلة وعقبات وبالتالي كلما منحنا أطفالنا الفرص للتعرض للمخاطر المحسوبة كلما زادت ثقتهم بقدراتهم وبأنفسهم أذكر في موقف ما كنت مع أمي وأراد ابني حملة جركن مية مملوء بالكامل عندما رأته والدتي صرخت فيه أن لا يحاول حملة الجركن لأنه ثقيل حينها نظر إلي ابني منتظرا رد فعلي فشجعته أن يحاول حمله وسير به عدة خطوات وفعلا بعد نجاحه في هذا التحدي صفقت له وقبلته أذكر أن أمي قالت لي حينها ياريتني عملت كده مع أخواتك السبيان مرة أخرى أراد ابني القفز من على السلم وفي هذا الموقف لم أصرخ أو أمنعه من القفز بل سألت كم درجة من درجات السلم تريد قفزها أجابني بعد أن قام بعد الدرجات خمسة فقلت له هيا نبدأ بدرجة واحدة ثم اثنتين ثم ثلاثة وهكذا حتى نصل للخامسة بتحويل التحدي إلى لعبة حاولت أن أعلمه كيفية حساب المخاطر وتقييم المواقف وعدم إيذاء نفسه وأذكر أن ابني قرر بعد الدرجة الرابعة أنه لن يستطيع القفز من فوق خمس درجات وفي العام التالي ونحن في زيارة أمي تذكر ابني لعبة القفز من فوق السلالم وقفز الخمس درجات مرة واحدة وذكرني كيف أنه في العام الماضي لم يستطع قفز الدرجات كلها قال عالم النفس الكندي جوردان بيترسون أنت تتعلم من خلال مواجهتك الطوعية لما يخيفك أو يثير شمئزازك لذلك عندما نمنح أطفالنا الفرصة للمحاولة بمفردهم فنحن ننمي مهاراتهم على التفكير وحل المشكلات وبحل المشكلات ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم وتجربة مختلف المهام تزيد ثقتهم بأنفسهم ويزيد تقديرهم لذواتهم لكن عندما نمنعهم من التجربة والمحاولة فلن يختبروا مطلقا شعور الفشل وسيكبرون ليجدوا أنفسهم إما في هروب مستمر لتجنب الفشل أو في بئر عميق مظلم من خيبة الأمل والقلق الدائم الاستراتيجية الرابعة أوقف الإساءة اللفظية كم رأيت آباء وأمهات راقين وصبورين وداعمين لأولادهم يغضقون عليهم المجاملات والثناء الموضوعي لكنني أيضا رأيت آباء وأمهات بإساءتهم اللفظية لأطفالهم قد أنتجوا أناسا متخلفين عاطفيا أو غارقين في عقد نقص لا تنتهي أو يعانون من الاكتئاب أو ذوي شخصيات نرجسية أو معاقين نفسيا يتلذذون بتدمير حياة من حولهم ودائما ما كنت أتساءل لماذا لا يستطيع بعض الآباء والأمهات معاملة أبنائهم كبشر يستحقون الحب ويستحقون المعاملة الراقية الإساءة اللفظية هي أكثر التصرفات التي يقوم بها الآباء والأمهات والتي من شأنها أن تزعزع ثقة الأطفال بأنفسهم فالإساءة اللفظية يمكن أن تكون في صورة تخويفهم أو التقليل من شأنهم أو حتى إشعارهم بالخجل والخزي من أنفسهم وقد دلت الأبحاث التي قرأتها عن استخدام أحد الوالدين أو كلاهما عند استخدام أحد الوالدين أو كلاهما للإساءة اللفظية فالأب وقد دلت الأبحاث التي قرأتها عند استخدام أحد الوالدين أو كلاهما للإساءة اللفظية عند التعامل مع أطفالهم على وجود خلل وظيفي وعقد نقص عند الأب أو الأم والتي تجعلهم يستدعون خبراتهم أو ذكرياتهم هم في التعرض للإساءة اللفظية فالأب الذي يستخدم دائما عبارات السخرية عادة ما يشعر باهتزاز عاطفي شديد نتيجة لتعرضه للسخرية والانتقاد المستمرين حين كان صغيرا والأم التي تستخدم عبارات التخويف قد خبرت مثل هذه الإساءة من أحد والديها محاولة للتغلب والسيطرة عليها في طفولتها وللأسف نستمر في إذكاء هذه الدائرة الجهنمية والتعامل مع أطفالنا كما عملنا ونحن أطفال وللأسف جهلنا بأصول التربية السليمة يخدعنا إيمانا منا بأن هذا الأسلوب أسلوبا صحيحا لتربية أطفالنا ونفاجأ كيف أن أطفالنا ينقصهم الثقة بالنفس والحافظ على العمل الاستراتيجية الخامسة أوقف الإساءة الجسدية في روايتها ارتعاش النوري تقول الكاتبة لوريل هاملتون ما هي أغنية الأطفال القديمة؟ العصى والحجارة قد تكسر عظامي لكن الكلمات لن تؤذيني أبدا أي شخص يقول هذا لا يفهم قوة الكلمات يمكن للكلمات أن تقطع أعمق من أي سكين وأن تضرب بقوة أكبر من أي قبضة والجروح التي تتركها بعض الكلمات لا تلتأم أبدا لأنه في كل مرة تلقى الكلمة عليك تنزف من جديد إنها أشبه بالصوت في كل مرة حتى تشعر أنه يجب أن يفرغ جلدك نفسه من عظامك ولكن في الخارج لا يوجد أي جرح يظهر للآخرين لذلك يعتقدون أنك لا تتأذى عندما يموت جزء منك في كل مرة ارتعش قلبي وأنا أقرأ هذه الكلمات وسرحت بخيالي في جميع المواقف التي شعرت فيها بالأذى النفسي عندما كانت تحضر أمي خرطوم الحمام وتكيل لي الجلدات وينتهي بي الأمر مخططة زي الحمار الوحشي كما كان يحلو لها أن تصف هذه العلامات على جسدي والتي خلفتها جلداتها علي أعتقد أنني ضربت من أمي في حياتي أكثر مما ضربت هي أخواي ليس لأنهما كان أحسن أخلاقا مني وإنما لأسباب أخرى ولا أزعم أبدا أن هذا الضرب أصلحني وجعلني ناجحة بل آذاني نفسيا وترك آثاره القبيح داخلي حتى يومنا هذا قالت دكتور دانيس كامينز مؤلفة كتاب التفكير الجيد إن ضرب أطفالك قد يوقف سلوكهم السيء ولكنه سيدر بهم وبعلاقتك بهم على المدى الطويل وهذا ما أكده الكثير من علماء النفس فالضرب لا يعلم الأطفال لماذا هذا التصرف سيء وسيترك داخل نفوسهم جروحا ربما لن تلتأم وستهتز ثقتهم بأنفسهم حيث يولد الضرب الغضب والأذى والألم والإذلال والخوف والرهب والارتباك وفي نفسية يملأها ما سبق كيف تكون بيئة خزبة لإنبات الثقة بالنفس الضرب ليس هو أفضل طريقة لتأديب الطفل أو إجباره على عدم فعل أمر ما أذكر مرة أن أخبرتني صديقتي كيف أنها ضربت ابنتها ضربا مبرحا لأنها تجري تجاه السيارات حينما تعبر الشارع وعندما تكلمنا أكثر عن هذا الموضوع لاحظت أن الأمة اعترفت أنها تعبر الطريق السريع في مواضع غير أماكن عبور المشا التي عادة نعبرها جريا فكان تفسيري أن الطفلة مرتبكة مشوشة الأفكار ففي لحظة تجري نحو الطريق والسيارات مع أمها وفي لحظة أخرى تضربها أمها ضربا شديدا لأنها تجري نحو السيارات وفي مرة أخرى ضربت إحدى السيدات ابنها ضربا مبرحا بل ووضعت له الفلفل الحار في فمه لأنه أخبرني بما تقوله أمه عني خلف الأبواب المغلقة في عدم وجودي لا يوجد شيء محزن ومؤسف بل ومثير للشفقة أكثر من أم أو أب يعلمان طفلهما مكارم الأخلاق بالضرب أو الأذى الجسدي وهم لا يمارسون ما يوعظون به والسؤال هنا عندما امتنع هذا الطفل عن نقل الكلام هل تعلم أن هذا التصرف غير لائق أم أنه امتنع عنه خوفا من العقاب فقط ما الفائدة التي طرأت على منظومته الأخلاقية؟ للأسف لم يترك الضرب في نفس هذا الطفل إلا تشوهات دفعته لاحقا عندما كبر للأسف إلى ضرب أبيه وأمه بنفس الأساليب والطرق المؤذية التي استخدماها في ضربه وعندما تحدثت إليه لم أستطع تجاوز انحدار مستوى ثقته في نفسه وإحساسه الشديد بالدونية الأمر الذي يدفعه للمغالاة في رفع صوته على الآخرين كما لاحظت أيضا أنه عندما يقابل خصما قويا ينهار بسرعة وينكمش بل ويهرب من المواجهة غالبا الاستراتيجية السادسة عيشوا الحياة سويا سألتني صديقتي ذات مرة ألم يكن من الأفضل أن تسافري أنت وزوجك وتوفري كل هذه المصاريف الطائلة في استحابي ولديكما في رحلاتكما وإجازاتكما؟ بكل تأكيد عدم استحابي أطفالي في السفر وبقائهم مع والدي كان سيوفر علينا أنا وزوجي الكثير من النفقات ولكننا منذ بداية زواجنا قد قررنا أننا نريد أن نختبر الحياة سويا معا ومع أطفالنا الذهاب سويا إلى السينما أو الخروج للحدائق والمنتزهات أو لعب الكونغفو سويا في نفس النادي حتى وإن كان طفلاي يحملان الحزام الأزرق وأنا أحمل الأبيض فقط أو حضور مسرحية غنائية معا كلها كانت تجارب مشتركة أتاحت لنا التفاعل والتعامل مع أبنائنا ومشاركتهم في جميع الدروس التي تعلمناها في حياتنا أذكر كثيرا أنني استحبت طفلايا للمكتب وكلفتهم بمهام معينة من ترتيب الملفات والأوراق ثم الجلوس لحل واجباتهما المنزلية بعدها استحبتهم للفكافيتاريا المقابلة للمبنى والذي أوحى لي عمل هذا المرات العديدة التي استحبني فيها والدي لمقر عمله وتعاملي مع الكبار وملاحظتي لجو العمل والملفات والرسوم الهندسية واللغة وأسلوب الحوار الذي يستخدم في بيئة العمل أدركت كيف أن هذه الرحلات القصيرة قد منحتني خبرة ولو بسيطة أزالت الرحبة التي من الممكن أن يشعر بها أي خريج جامعي حين يقبل في وظيفة لأول مر حينما استحبنا أطفالنا للأماكن المختلفة التي نرتادها أنا وزوجي أعطيناهما لمحة لما هو عليه عالم الكبار ومنحناهم الفرصة للتعامل معهم وخلقنا كذلك مستودعا من الذكريات والقصص المشتركة فكم من المرات تحدثنا سويا عن مدينة زرناها أو استعراض فني شاهدناه أو لوحة فنية تأملناها من السهل أن نحبس أطفالنا في عالم محدود بين جدران المنزل وجدران الفصل الدراسي ولكن أخذهم إلى ناد رياضي أو إلى مكان عام حتى وإن أساء الأدب أحيانا يدفعهم للتعلم وملاحظة ما حولهم فالأطفال مخلوقون بقدر كبير من الفضول والرغبة في الاستكشاف ولكننا نحن الآباء والأمهات من يحول بينهم وبين هذه المهارات بل ونمعن في إخافتهم من كل شيء حولهم فيكبرون ككائنات مرعوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر